خذلت حجور آخر معاقل الكرامة خذلت الشرعية والجيش لتخوض حربها من فردة ووحيدة وقف الجيش على مرمى حجر من نصرها في حيران وحارض وأطراف مستبأ حيث تطل جبال كشر على مواقعهم يفصلها عنهم عشرون كيلو مترا أو يزيد قليلا بعد أكثر من خمسين يوما من صمودها في وجه ميليشيات حشدت كل إمكانياتها العسكرية ومقاتلها لإسقاطها ولم تسقط لكن الخيانات والخذلان فعلى ذلك ولخمسة أيام شهدت قرى منطقة العبيسة قصفا عنيفا ومتواصلا خلف وضعا مأساويا ما دفع بقبائل حجور لإطلاق نداء استغاثة للتحارف العربي لدعمها بالطيران والسلاح إن سحب مقاتلو القبائل إلى مواقع أخرى ومن وقعوا بيد الميليشيا طبقت فيهم آيات الحرابة والصلب والقتل كما يقول أحد أبنائها كان لحجور أن تخوض معركتها وتضع قيادة الشرعية في مأزقها التاريخي أمام تخاذلها عن الوقوف مع قبائل حجور قاتل الحجوريون كما قاتل أبناء عتمة والعدين والضالع والبيضاء حجور التي خدشت هالة الميليشيا ونكست رايتها في موطنها تحاول اليوم ميليشيات الحوثي إحراقها بالنار والقذائف يقف هادي وقيادة الجيش أمام مسؤولية تاريخية وإدانات إزاءة خاذلهم عن إسناد هذه المعركة وتركها فريسة لنقمة الميليشيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر